اشتركوا في القناة انت الحين تشوف احد او تكلم احد سواء اول مرة او يعني تعرف انت من اول لا خنقل ياهل اذا انت اتعامل ياهل بطريقة خايسة وهو راح يوريك شخصيتها الخايسة بتدي عصب يبشي يعني اللي هو نفس الشي بالاشخاص لما احنا نكلم اشخاص احنا اذا ما نكلمهم او نبتدي وياهم الحوار بطريقة حلوة اهم غالبا احنا راح نقعد شخصيتهم اللي مو حلوة احنا واحد ناس لما نمراعينا بحياتنا نقول هذا شفيه منفس هذا شفيه قالنا اه رود هذا شفيه شديد 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 بس احنا ولا مرة سألنا احنا شو سوينا عشان ممكن هالشخص يرزع لنا بها الحركة يعني اغلب الناس يقول لك او مثلا رح نقول مثلا اخنا تطلب قاعد تطلب قهوة اه يروح يقول له مثلا اه يكلمة اي وانت كوفي ويعني اامر على اللي قاعد يطلب منه ويتكون التون مالا شوي يعني قاعد يزفة شنا قاعد يزفة وهذاك يقوم يعني ما يعطي هو يوايد او يسوي طلبة غلط او اللي هو القصة هذي لما انا روح احد ثاني وقلها رح يصير فيني انا طبعا ما سوي هالشياء يعني بالقاهوة بس سويها بمواقف ثانية يمكن رح المهم لما تنقال هالقصة رح تنقال انه والله ما القاهوة كان مو زين تخيل خربط شدي سوى شدي سوى شدي بس ما قال يعني هو اصلا ما كان واعي ان هذا صار شدي لانه وهو بلش بطريقة غلط فهو شي يقول لك if you look for the good you'll find the good if you look for the bad you'll find the bad فاحنا لما نكلم الناس ونكلمهم بطريقة مو زينة لا ارادي هما راح يردوا يعني الا كان الشخص هذا وايط زياد على اللزوم زين اللي يقدر يحول يستقبل طاقتك السلبية ويحولها لطاقة ايجابية بس اغلب الناس راح يصير فيهم انه اذا انت قاعد تكلمني برودنس اذا انت مو امية بالامية خلنقول مو محترم بس مو nice enough I shouldn't be nice enough to you يعني it's only fair بس احنا we're always thinking انه oh this happened this happened this happened بس we rarely actually look at our interactions طبعا الناس يقول لك والله اي انا مثلا تعرفت على واحد بعد كنا بنطلع بس سحبت عليه مثلا ما روحت للجيم معه و اللي هو بانه هو ما قا مكلمني اوكي هذا لانه انت clearly the action واضح يعني لما انا مثلا I do something wrong for someone وبانه هو he doesn't like me انا بيني بالنفسي او حت لما اقول قصة عادي اقول لكم انه هو والله انا تراهم كنت شوية مو مية بالمية وياة بس ما قا تكلم على ال action قا تكلم على الكلام طريقة الكلام آآ الطريقة اللي نفتح فيها المحادثة مع اي شخص اتحدد response الشخص فاحنا اذا المحادثة ما كانت حلوة اي محادثة سواء قا تطلب قهوة و الا قا تتكلم مع الدكتورك و الا بالدوام و اي محادثة مو زينة غالبا الاساس ما لها اللي فتح المحادثة في قوت يقول لك شنو يقولك انه a lot of people طبعا انا مو حافظة امي بالمية بس اي بي ما معناه انه وايد من الناس والناغيو ناغيو ناغيو يعني ما اتري ناغ ناغيينج يعني ناغيز فعل I don't know يعني اذونك 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 بعل ما تنفجر بويهم they play the victim هذا طبعا extreme case يقولك الكوات انه be careful of those يعني people احنا حين بحياتنا اليومية اقلب الاشخاص اللي انتو تحسونهم نفسين او مو زينين او رود او خي نقول ما بيقول مو محترمين بس انه مو سهل التعامل وياهم غالبا احنا حكامنا على هالشي من احد قال لنا قصة عن interaction او احنا وينتراكتد اذا احد قال لنا قصة احنا لازم نسأل هالشخص how did you approach those people واذا احنا interaction مالنا ما كان زين احنا لازم تفكر احنا هل كلمناهم طريقة وايد زين او هما ردو صرا وايد صعب تلاقي شخص عاقل اه بتكلمة الطريقة حلوة برد عليك بطريقة خايصة وايد صعب احنا لازم تحوشني بشكل يومي people put others down so that they feel good اه وذات يعني that that goes to يعني شنو شنو سلسلة الاحداث ان انا عندي مشكلة بيني وبين نفسي بس انا ما اكون واعي عليها بس انا هي موجودة فانا هي تبتدي تأثر بتصرفاتي واقوالي فانا لما روح اتكلم مع الناس اتكلم بطريقة مو زينة اه لما اتكلم بطريقة مو زينة الناس رح ترد عليه بطريقة مو زينة احنا انا ارد البيت اشوف او الناس والله مو زينين حقي فانا يعني it's a rolling ball ما تخلص ما تخلص الله شنو لما نستوعب ان احنا مو مشكلة مو زينة canada شخص شخص تيادل رح فتتت الناس احنا 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 تحكير وصنع احنا الم planners اطلق المرح على احنا لان لما انا مثلا تي كعد مع واحد اللي سوال فتضحك يصير انت الان مود مالك فني تي يعني عود كلب لما احنا مثلاً حزين أنت تصير حزين وياه فأنارجي ترانسفير طبعاً ليش كنت أقول كل هالشغلة هذي كلها لأن وايد من الناس يقول لك يعني عموماً عنده أشياء يتحلطم عليها بالحياة وفي أشياء خارج نطاق تحكمك بس هالشي 100% داخل نطاق تحكمك لما أنت تروح بالشارع لما تبتسم حق أحد أو لما تكلم أي أحد وحيتشتري منه تروح مستوصف الدشعة الدكتور لما تكلمه بطريقة حلوة حياتك بشكل يومي راح تكون أحسن حيات الشخص اللي أنت تعاملت وياه صارت أحسن فأنت صرت منبع حق ال-positivity أنا مانا تصام تشيزي بس that's how it is On the other hand we should be conscious إنه إحنا ما نكون منبع من ل-draining energy negative thoughts negative body language لو أنت رحنا الطريقة اللي نمشي نتحرك فيها نشوف الناس نظراتنا هذي كلها ترسل messages like the other person إنه how I feel about them now all of that aside we really have to be لازم نراجع نفسنا ونكون conscious على إحنا وشل نلقى يأثر علينا فإحنا نازم نتسأل أنا والله مثلا أصبت به الموقف ليش وايد ناس ممكن يتسألون لمدة دقيقتين بعد أن تفتح لشارة خبرة ويمشي ويديق عليه صاحبة وخلاص ضاف الموضوع بس لازم نأخذها seriously لأن في accumulation إذا أنا يوم يعني إذا أنا عندي 365 يوم بالسنة إذا عندي أنا 360 يوم أكون فيها positive حياتي عموما بعد 10 سنين راح تكون وايد أحلى من لو أنا بهل 365 يوم كان عندي بس 20 يوم positive في يعني الشغلة فري الشغلة سهلة كل اللي تحتاج تسوي ملاحظة أنا ما قل أقول لك روح مدح الناس وصير أحسن واحد لا بس try to catch yourself when you're not being the person you want others to be for you if that makes sense so هو golden rule بس عشان أخص الموضوع whenever you have something negative سواء interaction أو أي شيء ثاني بالحياة always start with yourself and see if you're the reason that initiated that negative role of events إذا 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 تقدر تسوي هالشغلة بمعظم الأشياء اللي تمر عليك بيومك eventually أنت يول start you will stop being negative and you'll change to positive لنك أنت لاحظ so I would say 99% of the change is actually just noticing أن I need to change the actual change is not that hard the hard part is noticing بس بس هذا podcast 19 podcast 20 ما أعلم ما أحطه بس المواضع from now on I'll try to keep it a bit more less general and more specific لأن there is a bunch of outlets that feed you general information I want to be very specific about specific topics that affect us in a daily basis لأن يكون مفيد حكم share this podcast with whoever you think needs to hear the message share your thoughts with me and if you have any suggestions for related idea or any other idea for the podcast don't hesitate to share them with me I'll see you next podcast podcast 20 bye